السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بالفعل قام نائب الهجرة نور الدين بالامداح بنشر مقطع فيديو على قناته على اليوتيوب لرد على اسئلة المغتربين فيما يتعلق بمخاوفهم من العودات المحتملة لاغلاق الحدود ولكن ايضا بالمتطلبات الجديدة التي تمليها من قبل سلطات الرحلات الخطوط الجوية الجزائريات مثل اللقاح واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في الواقع اراد قبل كل شيء ان يوضح ان الاغلاق التام للحدود مثل ذلك الذي فرض في بداية الازمة الصحيات ليس خيارا ونتيجة لذلك اتصل بالمواطنين الجزائريين الذين لديهم تذاكر بالفعل بالاضافة الى ذلك اشار الى انه حتى في حالة اغلاق الحدود وعدم السماح للمسافرين بدخول الجزائر يمكن لاليك الموجودين بالفعل في الجزائر المغادرة لذلك طمأن اولئك الذين مازالوا مترددين انه لا يوجد خطر من عرقلة وبالتالي اكد مجددا ان فرصة المضي قدما في اغلاق تام للحدود ضائلة ومع ذلك في حالة انتشار المتغير الجديد بشكل اكبر سيتم تعليق بعض الوجهات ولكن هذا لمدة لا تتجاوز اسبوعين رحلة طيران الجزائر ما هي القيود الجديدة بالاضافة الى ذلك تحدث نائب المجلس الوطني لنواب الشعب عن القيود الجديدة من بين امور اخرى وكشف ان اللجنة العلميات المكلفات برس التطور الوباء كانت ستقترح على السلطات العليا طلب اللقاح لمن يدخل الجزائر وبناء على ذلك اشار الى ان التطعيم سيكون الزاميا اعتبارا من يوم الاثنين السادس ديجنبر 2021 لكنه اوضح ان هذا الشرط ينطبق فقط على المسافرين القادمين عن طريق البحر ومع ذلك بالنسبة لأولئك الذين يسافرون بالطائرة سيحتاجون فقط الى اظهار اختبار سلبي في غدن 36 ساعة من ناحية اخرى ذكر بالمداح انه بالنسبة لأولئك الذين يغادرون الجزائر يكفي اختبار فقط هذا للاشخاص الذين لم يتم تطعمهم